مراد لا يجب أن تصاب بها المرأة الحامل لخطورة انتقالها إلى الجنين مراد السكري وهو مراد يعرف بمشكلة في الاستقلاب وارتفاع كبير في تركيز سكر الدم الناتج عن عوز هرمون الأنسولين أو انخفاض حساسية الأنسجال للأنسولين أو الأمرين معا ينبغي تنظيم مستويات الجليكوز في الدم عند المرأة الحامل بأقصى قدر ممكن من الدقة ويعتبر ارتفاع مستوى السكر في الدم ضارا للأم والجنين لذلك وجب الحفاظ على مستوى السكر في الدم قريبا من المعدلات الطبيعية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل التخطيط للحمل جدري الماء هو مرض فيروسي معدن يصيب الجلد والأغشيات المخاطية وباطن الفم ويترافق بحكة شديدة العدوى تتم عن طريق الالتماس مع محتويات الحويصلات أو عن طريق الرداد بالهواء خلال فترة الحمل فإن مخاطر المترتبة على الجنين المرتبطة بالعدوى تكون أكبر لكن المرأة الحاملة المحصنة من جدري الماء لا يمكن أن تصبح مصابة ولا تحتاج إلى أن تشعر بالقلق إذا ذلك سواء لنفسها أو للطفلها أثناء فترة الحمل ويمكن أن تنتشر عدوى جدري الماء من المرأة الحامل إلى جنين عبر المشيمة البكتيريا المهبلية والسبب في الإصابة بالعدوى المهبلية هو عدم توازن الوجود البكتيري الطبيعي في المهبل وأعراض هذه العدوى تتمتل في وجود إفرازات مهبلية بيضاء متجانسة غير طبيعية ولها رائحة كريهة تغطي هذه الإفرازات الكريهة جدران المهبل ولا تعتبر البكتيريا المهبلية من الأمراض المنقولة جنسيا داء القطط وهذا المرض ينتج عن إصابة بعدوى سببها طفيلي ينتقل من الحيوانات المصابة مثل القطط إلى البشر وإذا أصيبت به المرأة الحامل يمكن أن تؤدي إلى ضرر بالغ للجنين ويمكن الإصابة بهذا المرض من المرأة الحامل إلى جنين عن طريق المشيمة وتكمن الخطورة في الشهور الأولى للحمل ويمكن أن يؤدي إلى وفاة جنين وفي حالات أخرى تحدث تشوهات خلقية للجنين أمراض المناعة الداتية وهي مجموعة أمراض تحدث نتيجة فشل الجهاز المناعي للإنسان بالتعرف على الأعضاء والأجزاء الداخلية الخاصة به حيث لا يستطيع معرفة البصمة الوراثية الخاصة بخلايا الجسم فيتعامل معها كأنها غريبة عنه فيبدأ بمهاجمتها باستخدام الأجسام وخلايا المناعة الحسبة الألمانية وتسمى كذلك بالحميراء ولا يحتاج مرضى الحسبة الألمانية إلى علاج خاص فهو عبارة عن طفح يظهر في اليوم الأول أو الثاني ويتكون من بقع مسلطحة حمراء ثم ينتشر بسرعة إلى كافة أنحاء الجسم وتزول كل الأعراض في اليوم الرابع أو الخامس إذن تنتقل عن طريق العدوى بواسطة الردد من الشخص المصاب إلى الشخص السليم أو العدس أو مخاط الأنف وفي حالة الجنين عن طريق المشيمة من أمه المصابة فعند إصابة المرأة الحامل ينتشر الفيروس في الدم وقد يكون من مضاعفات ذلك إصابة المشيمة وبالتالي انتقال العدوى إلى الجنين التهاب الكبد باء هو مرض معد يسببه فيروس التهاب الكبد ومن أعراضه التقيؤ الإسفرار التعب البول الداكن وآلام في البطن ينتقل الفيروس عن طريق التعرض المباشر لدم المصاب أو سوائل الجسم قد تنتقل العدوى في فترة قريبة من الولادة أو ملامسة الدم الآخرين وإذا كانت الأم مصابة بهذا المرض فيمكن أن تنقل ذلك إلى طفلها أثناء الحمل أو أثناء الولادة ولم تدل التجارب على مساهمة الرضاعة الطبيعية للطفل في انتقال المرض من الأم إلى الطفل الكتيريا المجموعة العقد يباء وهي جرطومة تواجد في الأمعاء البشرية وهي جزء من النبيث الجرطومي المعوي بالإضافة إلى تواجدها في الجهاز البولي التناسلي والعديد من الأشخاص يمكن أن يكونوا حاملين للبكتيريا لكنهم غير مصابين بالمرض جربس التناسلي وهو مرض يصيب العدوى الجنسي يتسبب به فيروس الحلاء البسيط وأغلب الأشخاص يصابون به ومع ذلك لا يدركون أنهم قد أصيبوا بهذا المرض ويظهر على شكل بطور تشبه القروح لكن مع مرور الوقت تبدأ البطور بالاختفاء ويقل انتشارها